بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بإذن الله بالمحاضرة الثانية من مرشقة مهارات البرمجة بالماتلاب والربط مع العتاد الصلب شفنا بالمحاضرة الأولى كيف يمكن ربط ما بين الماتلاب والمتحكمات عن طريق المنفذ التسلسلي طبعا مجموعة من المشاريع البسيطة تعرفنا على بروتوكول اتصال التسلسلي وعلى بنية البروتوكول شفنا خصائص بروتوكول اتصال التسلسلي أنواع الاتصالات شفنا آلية تبادل المعطيات عن طريق الفريم شفنا بنية المنفذ التسلسلي أنواع الكابلات والخصائص اللي لازم اضبطها عند إجراء الاتصال التسلسلي اوك شفنا كيف نربط ما بين الحاسب عن طريق منفذ التسلسلي مع المتحكمات الصغرية وتعرفنا على دارات الـ Level Converter وعلى النافذة تسلسلية UART غير المتزامنة خدنا مثال بسيط الربط مع المتحكمات تعرفنا عدارة الـ Arduino وعلى أهم ميزاتها وحكينا عن FTDI اللي هي أهم ميزات اللي بتيح عدارة الـ Arduino وتحل مشاكل الربط والهاردوير شفنا كيف ممكن تحكم بالمنفذ التسلسلي من خلال التوابع من خلال تابع السيريال F-Open F-Write F-Print F-Scan F-Read وشفنا أهم الخصائص لحماية البيانات من الضياع وكيفية انهاء الاتصال وحسف المنفذ تعرفنا على المفهوم البفار الـ Arduino شفنا كيف ممكن Arduino Connect كيف ممكن أوصل من إدارة الإجهزة إلى دارة الـ Arduino مجموعة من الأمثلة أول شي عملنا محاكاة لدارة محرك خطوي بمعالج Atmega 8 بعدين شفنا كيف ممكن اعمل إخراج رقمي عن طريق النافذة التسلسلية المنفذ التسلسلي الربط مع الماتلاب شفنا كيف ممكن اعمل إدخال دماسولي على الحاسب وكيف ممكن ارسم تغيرات الإشارة مع الزمان استخدامنا الحساس L-M35 30 وأعملنا مثال بسيط دارة بسيطة لتحكم محرك تيار مستمر اليوم بإذن الله سوف نبدأ ببرمجة الاردوينو من خلال الماتلاب المشكلة الاساسية الي بالطريقة السابقة كانت انه كل ما بدي نطبق دارة كل ما بدي ننفذ ربط ما بين الماتلاب والاردوينو فانا مضطر اكتب برنامج الاردوينو اعمل فيوريفاينج بعدين الكمبيل بعد ما اتكد من صحة البرنامج بعمله ابلود على المعالج وبالتالي صار عندي حالة ثابتة الي هي البروتوكول اتصال الموجود بالدارة دارة الاردوينو للي انا عم يعني عمل بروتوكول اتصال متفق عليه ما بين الماتلاب والاردوينو فالماتلاب اصارت وظيفته انه يرسل محارف يرسل مثلاً كاركتر او انتيجر او عداد صحيحة او عداد عائم فلوت الى اخره وبالتالي ما عندي مرونة بالتعامل عند كل تغيير للدارة بدي اضطر انه اغير ارجع الى الى خاصة بالاردوينو بدي ارجع اكتب برنامج جديد اعمل بروتوكول اتصال جديد وبنفس الشي بدي ارجع الى الماتلاب هي برنامج الماتلاب على البروتوكول الجديد المتفق عليه اجت اضطر حزمه خاصة بالاردوينو اضطر برنامجه من خلال ماتلاب مباشرة وبالتالي ان ما عندي ضرورة بكل مرة اذهب الى البرمجية المطورة الخاصة بالاردوينو واكتب برنامجي اجهز بروتوكول اتصال صار عندي امكانية انه اضط حزمه لمرة واحدة بالاردوينو سنتقل على الماتلاب من خلال الماتلاب عندي مجموعة من الاوامر اللي راح تسمح لي انه اتصل مع الاردوينو بشكل مباشر ستسمح لي الادخال والاخراج الرقمي الادخال والاخراج التماسل ستسمح لي بقيادة انواع مختلفة من المحركات بالاضافة لميزات كثيرة وكل هاد راح تسمح بلغة الماتلاب بالاسطر大的aver desperate سيستفيد من كافة الخصائص سيستفيد من كافة التوابع الموجوده بالماتلاب من كفة الادوات وابتولуля كل بد hack ممكن استفيد منه الممكن ازا عندي تطبيق اصل عن الاردوينو من كاميرا مملك ان ادخل الصورة فلانكم انتخذ الصورة ردح على الماتلاب بική بتول معالجة الفيديو. ممكن ازا عندي كاميرا عم تاخد صور. ممكن ادخل الصور على المطلب لمعالجة الصور وعالجة الصورة مباشرة. ممكن يكون عندي اشارة سرعة. عندي حدود لتيار مسلا عم يستجرروا حمل. فكمان ممكن انا احط حساسات عم تدخلي قيمة التيار اللي عم يستجر من قيمة المتحكم بشكل لحظي. من المتحكم من قبل الحمل بشكل لحظي. وبالتالي هالحساس ممكن يضل يبعط اشارات لحظية للماتلاب. الماتلاب ازا كنت مبرن بجو عند حدودهم للتيار ممكن يفصل الحمل اي لحظة. بالاضافة لكل هادا الشي عندي بيئة السيميولينج او المحاكاة. راح تسمح لي انه قارن نتائجي اللي عم تطلع معي بالواقع مع نتائج المحاكاة اللي يفترض انه متطابقة بتكون مع الواقع بنسبة سبعين او ثمانين واحيانا تسعين بالمية. كل هاي الميزات ممكن استفيد منا من خلال حزمة الاردوينو او او انبوت او 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 باكيج. راح نشوف هلا كيف ممكن ضيفة على برنامج الماتلاب. وكيف ممكن ضيفة على برنامج. او ممكن ضيفة على عدارة الاردوينو. وبعد كل هذا الشي راح نشوف كيف هو ممكن نبرمج الاردوينو بالمعطلاب مباشرة ورح ناخد مجموعة من التطبيقات مجموعة من الامثلة. حزمة الاردوينو تستخدم للإداء الإدخال والإخراج الرقمي والتماثلي والتحكم بالمحركات من خلال سطر الأوامر في الماتلاب. الاول شي عندي ضرورة لاني جهز زارة الاردوينو وجهز برنامج الماتلاب لامكانية التبادل المعطيات والتحكم المباشر من خلال الماتلاب بالاردوينو. كيف هذا الشي راح يتم؟ اول شي عندي حزمة في ضرورة اني حملها من خلال الرابط. من هذا الرابط ممكن احمل ماتلاب سابورت باكيج فور اردوينو. داونلود. الحزمة راح تحتوي على مجموعة من الملفات. الحزمة الموجودة بالرابط. راح تحتوي على مجموعة من الأمثلة. مفايل والموديل. يلي بتحوي سواء ملفات المحاكاة عن طريق مكتبة السيميولينك او مفايل. راح تحتوي على الامبوت والاوتبوت للأمثلة للخيارات الأساسية للامبوت والاوتبوت راح تحتوي على ملفات التحكم بالمحركات وملفات التحكم بالمحركات السيرفو محرك الاستبار محرك دي سي وكيفية الادخال تغذية خلفية من محرك دي سي عن طريق الانكودر. ايه هم مكتبة السيميولينك ايه ثورة توضيحية. المجلد الثاني راح يحتوي على الملفات اللي ممكن يلازم انا اضيفها او اعملها ابلود على اردوينو. انشان يصير جاهز للادخال والاخراج الرقمي او للتحكم بالمحركات او الى اخرية حسب التطبيق اللي عندي. فنحن بجلستنا اليوم راح نتعامل مع الملف الادخال والاخراج الرقمي اللي هو هاد. المجلد الثالث بيحوي مجموعة من ملفات الامفايل. الخاصة بالتحكم بالاردوينو. الملف الرابع arduino.m اللي هو المسؤول عن الربط ما بين الاردوينو والماتلاب. هو اول خطوة بالربط ما بين الاردوينو والماتلاب. هلا منشوفهم كيف. الملفات الثانية ما ما بتهمنا كتير. نستول الاردوينو اللي سانس ريدمي مجرد ملفات ممكن المساعدة. هلا منشوف كيف ممكن نتعامل مع هاي الباكيج. تجهيز الاردوينو الإدخال والإخراج الرقمي والتماسولي يتم ذلك بتحميل ملف الاردوينو الاردوينو اعدارة الاردوينو من خلال برنامج الاردوينو. تجهيز الماتلاب يتم بإضافة التوابع الخاصة بالاردوينو للمكتبة. عند أول تشغيل للاردوينو أو عفوا عند أول تشغيل للماتلاب ما رح تكون الملفات جاهزة ما رح تكون الماتلاب ما رح يكون جاهز للتبادل المعطيات مع الاردوينو. ومشان هيك رح يكون عندي ضرورة لإضافة نجموعة من التوابع اللي وظيفتها تقوم بتجهيز الربط ما بين الماتلاب والاردوينو. هاي التوابع هي أول شي التابع الرئيسي اللي هو الاردوينو اللي رح ضيفه على المكتبة وبالتالي عند استدعاء هذا التابع رح يتم تنفيذه وظيفته الرئيسية هي الربط ما بين الماتلاب والاردوينو. بالإضافة لمجموعة من المجموعة من التوابع الثانية اللي بتحدد بنات الإدخال وبنات الإخراج بنات الإخراج الرقمي والتماسولي والإضافة للكتابة على البنات سواء قيمة صفر أو واحد منطقي بالإخراج الرقمي أو قيمة تماثلية بوم الرينج من صفر إلى 255 هلا كمان منشوفها بالإضافة لتوابع تانية خاصة بالمحركات الخطوية محركات دي سي محركات سيرفو إلى آخره هذه التوابع كلها تغير موجودة بمكتبة الماتلاب في عندي ضرورة لأنه ضيف أنا على الماتلاب وبالتالي هذا الشيء رح يسمح لي بالتبادل أو إخراج المعطيات بالزمن الحقيقي مباشرة من الماتلاب للاردوينو وبالعكس صار عندي ربط مباشر ما بين الماتلاب والاردوينو الماتلاب سيبعث المعلومات بشكل لحظي على الاردوينو وباللغة الماتلاب يعني بالأسطور البرمجية برمجة ماتلاب وبنفس الطريقة الاردوينو سيرجع المعلومات بناءً على السطور المكتوبة بلغة الماتلاب وليس بناءً على داخل الاردوينو يعني صارت وظيفتي جهاز دارتي بس مثلا دارة خياز درجة حرارة وظيفتي جهزت دارة ومن الماتلاب اللي استقبل معت في ضرورة انه المعالج الاتميغا اكتب برنامج وظيفة هذا البرنامج يرسل بلانات مثل ما شفنا مبارح طيب ماتلاب VS IDE Environment طيب ما الفرق بين البيئتين استخدام الماتلاب مباشرة او مثل ما شفنا مبارح استخدام البيئتين والربط عن طريق منفلسة ثلثلية الماتلاب اكثر فاعلية ويمكن تنفيذ اوامر الادخال والاخراج لحظيا دون الحاجة الكتابة والترجمة والتحميل والتنفيذ كل مرة مثل ما حكينا بداية المحاضرة الكتابة من الماتلاب الكتابة في الماتلاب اكثر سهولة لفهم من الكتابة بالسي بالفعل الكتابة بالماتلاب جدا بسيطة البرنامج يمكن اكتبه بصفحة بلغة سطرين ممكن اكتبه بالماتلاب بسطرين اللغة عالية المستوى ممكن تتعامل مع الاشعة مع الصفوق مع المصفوفات ممكن تتعامل مع المحارف ممكن تتعامل مع اي نوع من البيانات بسهولة والماتلاب انسب للمشاريع المعقدة مثل ما قالنا اذا عندي مشاريع بتلزم معالجة صورة معالجة معالجة اشارة فيديو الى اخره فهذا الشيء رح يساعد الماتلاب رح يساعد كثير بالاستفادة من هاي المواضيع بالاضافة الامكانية التنفيذ بسرعة اكبر الماتلاب مناسب بالمشاريع الضخمة الواسعة التي قد تحتاجي تحليل نتائج معالجة الاشارة الحسابات الرياضية المحاكاة الاحصاء وتصميم نظم التحكم